كارفان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة نقابة هذه اللي نقابة كنا نقوله نقابة بشكل مغير ولكن تبين فعلا على أنه هذا الكاتب العام المركزي أنه يعني كيدرب بعرض الحائط للقوانين والأنظمة اللي كتأثر هذا النقابة هذه النقابة الفاتية لله في العمر رضي إلى 4 سنين نحن بالخيل هذا اللقاء هذا جينا باش نوضعه يعني واحد وضعنا هذا النقطة يعني تجدو الأعمال باش إن شاء الله رحمن راح نفضل دورة المجلس الوطني الاستثنائي باش يتخذ قرار ونقش هذا الأمر هذا اللي هو أمر خطير يعني كيدرب في العلق الديمقراطية الداخلية دي المنظمة ونشوفوا الإخوان يعني لأننا كنا كتر من ربعين مكتب نقابة الحمد لله اللي كيداف على الشرعية وكي آمل بالشرعية باش يخذ قرار بالنسبة لهذه النقطة هذه اللي كتتعلق بهذا القرار التعسوفي وكذلك تستير برنامج اللي غاد يكون إن شاء الله برنامج مفصلي في إطار تحديد يعني أم الاستمرارية أم أن الإخوان كلهم أنهم يقدروا أنهم يغيروا والتنظيم وجهة أخرى لأنهم ما يشرفناش بخوف التنظيم بحال هذا لما فيش مسؤولين لا على صعيد المكتب تنفيذي ولا مكتب مركزي لأنهم كيدعوا الديمقراطية وللأسف هالشي كان حبر على ورق ولشي احنا كنرفضوه وكننبدوه كمناظرين اللي جينا نآمنوا بهذا القادية وجينا ندافعوا للمجموعة ديال الحقوق ديالسائق المعنيين ولكن لأسف هالشي كان العكس وإن شاء الله اليوم خلال اللقاء هذا غادي تعمل حسن في هذة الأمور هذي اليوم كما تعلمون أنه كين واحدة اللقاء في إطار يعني الدورة دي لمجلس الوطني وهذا الدورة هذي طبعا جميع الناس اللي تتعنيهم بهذا الدورة هذي وإن شاء الله هتكون جموعة من التوصيات وفي هذا الإطار هذا كما تعلمون كان واحدة صدوه على المستوى النقابي يعني كاتب المركزي قد أخذ على عاتقه أنه بكل صراحة يشتطى النظيم هذا وإحنا مع المؤسسة إحنا صراحة نتابعين المؤسسة دار المؤتمر في شهر ثلاثة والآن يعني عندنا المجلس الوطني وغانا نخرج إن شاء الله بتوصيات جديدة واتخرج إن شاء الله الرأي العام وإحنا دائما من اللي كنا نقوله تندلو يعني النقابة بشكل مغير فعلا بشكل مغير مش في إطار يعني كما تقولوا استيلور القاوة ولكن في الواقع والواقع هو تيسميته القاعة موجودة الإخوان جاءوا من جميع ربوع المملكة والقرارات التي تكونوا يعني في إطار ما هو قانوني نتقبلها والقرارات التي تكون مجحيفة وخارج على السياق ديال المؤتمر يعني الوطني والنظام الأساسي لا نقبلها البتاق تحييني ضليل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد